أسماك القرش تستطيع أسماك القرش الرؤية بوضوح تام من تحت المياه على عكس الإنسان ولكنها لا تميز الألوان فهي ترى الأشياء أبيض وأسود ولكن قدرتها على الرؤية تفوق بعشرات المرات من قدرة البشر تستطيع جميع الطيور الرؤية فوق البنفسجية حيث إنها تساعد الطيور على الطيران والقفز من خلال أوراق الشجر الكثيفة مع القدرة على التحرك بسرعة وخفة كما تساعدها على البحث عن الحشرات التي تختبئ أسفل أوراق الأشجار ويعد السقر من أشهر للطيور في حدة البصر فهو يفوق الإنسان في حدة النظر ثمانية مرات ولسقر يستطيع رؤية الفريسة الثابتة على بعد كيلو متر والفريسة المتحركه على بعد كيلو وستمائة متر تتمتع طيور الحمام بحسة إبصار فريدة إذ يمكنها رؤية جميع التفاصيل الدقيقة حيث إنها تستطيع أن تميز الحبوب الصغيرة جدا من على مسافات كبيرة القطط تلك الحيوان المفضل لدى الكثير من الناس تتمتع القطط بمجال رؤية أوسع من البشر تتيح لها رؤية جانبية بشكل أفضل كما أن القطط لا تميز جميع الألوان بنفس طريقة البشر فهي قادرة على رؤية الأزرق والأخضر ولكنها لا تستطيع التفرقة بين اللونين الأحمر والبرتقالي ولكنها ترى وتميز الأصفر بوضوح ومع ذلك فبإن كان القطط أن ترى في الظلام أفضل منها بست مرات وتتسع حدقة العين لديها لتتناسب حسب الإضاءة المتاحة الكلاب ترى الكلاب بوضوح لوني الأزرق والبنفسجي وتستطيع رؤية اللون الرمادي فضلا عن الضوء فوق البنفسجي لكنها لا تميز اللون الأحمر والبرتقالي لذلك بدلا من الورود الحمراء الزاهية من المحتمل أن ترى الكلاب ورود بنية مصفرة النحل يستطيع رؤية العالم بسرعة فائقة تقرب من نحو خمسة أضعاف سرعة البصر لدى البشر النحل لا يستطيع رؤية اللون الأحمر مطلقا وإنما يراه كأزرق داكن لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجارس حتى يصلك كل جديد